الرئيس السيسي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار ويوافق على 22 قرارا لتعزيز الاستثمار الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجي الموريتاني ويؤكد تطلع مصر لتفعيل أطر تعاون خاصة في القطاعات التنموية الجيش السوداني يعلن سيطرته على مناطق بالخرطوم ويتهم قوات الدعم السريع بلا اعتداء على مكرات البعثات الدبلوماسية التسع مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيت نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حققية في عملية جذب وتجديع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتزليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص جاء ذلك خلال ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله ترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء والمسؤولين وممثل القطاع الخاص من أعباء المجلس وفي مستهل الاجتماع أكد السيد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص بهدف بناء قاعدة انتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادي شامل مؤكدا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة كما قدم السيد رئيس مجلس الوزراء عرضا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية وأسب المضاعفة استثمارات القطاع الخاص ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن وذكر مستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على 22 قرارا مهما في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحيادة التنافسية في السوق المصرية وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص انتاج الهايدروجين الأخضر وقطع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة كذا قطع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير وأضف المتحدث الرسمي أن السيد رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن ووفق جدول زمني محدد ومعلن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 السيد الرئيس عبدالفتح السيسي السيد محمد سالم ويلد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة المتحدث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتفعيل عمل شركات الرصور مع ضرورة العملية على الاستغلال الأمثل لمختلف الأصول التي تمتلكها خاصة في الخارج بما يخدم أهداف الدولة المصرية في التوسع في حجم الصادرات لسيما للدول الأفريقية نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بعنوان نحو تعليم أمني متميز عقد المؤتمر بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكادمية الشرطة نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بعنوان نحو تعليم أمني متميز وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة منظومة التعليمية والتدريبية التي تقدمها والتي تتلأم مع مستجدات الواقع وتراعي في إعدادها استفاء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس الوزراء والتي يوكل تدريسها لنخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأكاديمية الشرطة ده دور مميز دايما بتلعبه أكاديمية الشرطة العنوان بتاع المؤتمر تعليم أمني مميز الحقيقة ده في دورته الأولى وأكاديمية الشرطة مؤسسة أكاديمية عريقة والحقيقة هي متصقة مع جميع نظم الجودة التي تتماشى عليها أي مؤسسة أكاديمية في مصر أكاديمية الشرطة من أوائل الأكاديميات التي بدأت في مشوار ضمان الجودة والاعتماد كلام ده كان من تقريباً 2016 وبدأت الأكاديمية في أنها تسعة جاهدة أنها تحصل على الاعتماد من الهيئة قاملة دمان جود التعليم والاعتماد وبالفعل حصلت كلية الدراسات العليا على اعتماد سنة 2018 تناول المؤتمر والذي يعد الأول من نوعه الذي تنظمه وزارة الداخلية عدة محاور خلال جلساته في مقدمتها استراتيجية التعليم الأمني الأكاديمي ودور جودة التعليم في تطوير التعليم الأمني في العصر الرقمي وعلاقة مفهوم المواطنة بضمان جودة المنتج الأمني الهدف الأساسي منه هو رفع جودة التعليم ونشر ثقافة الجودة وجودة التعليم المؤتمر النهاردة بيجمع نخبة من الشخصيات والتركيز هو على جودة التعليم والتعلم فيما يخص المنظومة الأمنية يعني جودة التعليم بتؤكد على تميز العمل الأمني وده المنهج اللي بتتصير عليه وزارة الداخلية وقد أجمع المشاركون على أن أكاديمية الشرطة تسير بخطى جادة محددة الأهداف في دعم عمليات التعاون والتنصق مع مختلف المؤسسات والجامعات المصرية من خلال إبرام بروتوكولات تعاون مع عدد من الكليات لمنح الماجستير وشهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب كليات الشرطة باعتبارها من متطلبات الارتقاء بالقدرة التعليمية لتقدم ضباطا مزودين بالعلم والمعرفة قادرين على تحقيق ما تصب إليه الدولة مهم جدا أن الأبعاد تكون واضحة أبعاد التعددية الثقافية أبعاد الهوية الوطنية والانتماء والمواطمة في وجود مؤتمر علمي وباعتبار مؤتمر علمي أول يجمع مختلف الأراء ومختلف الأفاق تطرح الرؤى المستقبلية لآليات استشراف المستقبل في التعليم الأمني ده هيضع الكليات الدراسات العالية وهي المختصة بالماجستير والدكتوراه ومعامل البحوث لأنها تدخل إلى أفاق المستقبل أثمر المؤتمر في ختم فعالياته عددا من التوصيات في مقدمتها تبني تقنيات الواقع الافتراضي لبرامج التدريب والتعليم الشرطي للارتقاء بجودته في عصر الرقمنة وتوفير التدريب المستدام طبقا للاحتياجات الأمنية والتعليمية توفير التعليم والتدريب اللازمين للعملين في المجال الأمني من خلال استخدام تقنيات الحديثة المتعلقة بالتحول الرقمي مع توفير حماية البيانات الشخصية والسرية بالتعليم الشرطي يأتي انعقاد هذا المؤتمر تتويجا لجهود تبدلها وزارة الداخلية لتطوير منظومة التعليم الفني وتوفير كافة المقاومات اللوجستية والتكنولوجية اللازمة من أجل إعداد رجل شرطة عصري مسلحا بالعلم والتدريب لمواجهة المستجدات الأمنية نحو تعليم أمني متميز هو عنوان المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة والذي يؤكد على اهتمام وزارة الداخلية بجودة التعليم الأمني الذي يعتمد على استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة للوصول إلى منتج أمني قادر على مواكبة المستجدات الأمنية الحديثة عبدالبركات التلفزيون المصري يتوجه وزير الخارجية سمح شكري إلى جدة مساء اليوم للمشاركة في الاجتماعات التحضرية لمجلس دامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يأتي ذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس دامعة الدول العربية على مستوى القمة والمقرر عقدها يوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية من المقرر أن يشارك شكري في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب والذي سيتولى النظر في جدول أعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة فضلا عن المشاركة في عدد من الليبيان الوزرية المعنية بعدد من قضايا المنطقة أكد وزير الخارجية سامح شكري حرصة مصر على تعزيز تعاون الاقتصادي مع موريتانيا في مختلف المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات جاء ذلك خلال اللقاء مع محمد سالم ولد مرزوكة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني في الخارج وشدد شكري خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب مشيرا إلى انفتاح مصر لتوفير الدعم الفني لموريتانيا في مختلف القطاعات الحيوية منها الصناعة والصحة والتعليم من جانبه أعرب وزير خارجية موريتانيا عن التقدير الكبير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص موريتانيا على استمرار دفع التعاون مع مصر وذلك في شتى المجالات موسيقى إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لديه بأن أمتنا المصري تمتلك من القدرات والإمكانية التي تطيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات موسيقى والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى انطلقت جلسات المحور الاقتصادي في إطار الحوار الوطني والذي يضم ثماني لجان فرعية أكد نواب البرلمان وممثل الأحزاب المشاركون في أولى جلسات اللجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية غير مسبوقة جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية حيث تمت الإشارة إلى أن زيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدالة الاجتماعية وأكدت النائبة عابير جلال ممثلة حزب الشعب الجمهوري أن الدولة نجحت في توفير الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر والأفراد خاصة للفئات الضعيفة إيمانا بمبدأ العدالة الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي إطار جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني عقدت اليوم جلسة لجنة السياحة بمشاركة ممثل الأحزاب والقوى السياسية أكد المشاركون أن قطاع السياحة يستطيع إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته مشاددين على أهمية الخريطة السياحية وتطويرها وإجراء مسح شامل للأماكن السياحية القادرة على الجذب السياحي موسيقى 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 أكدت مقررة لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني نورة علي عبد السميع أكدت أن الحوار الوطني تجربة وطنية متفردة وحوار بناء لمناقشة القضايا المختلفة بما يليق بالجمهورية الجديدة وأكدت في كلمتها خلال الجلسة الأولى من الحلقات النقاشية أكدت استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق عائد بقيمة 30 مليار دولار تماشيا مع رؤية مصر 2030 مشيرة إلى أنه يتم العمل من أجل تحقيق ذلك أكدت رؤية مختار عضو مجلس النواب أن جلسة اليوم بالحوار الوطني خرجت بعدد من التوصيات في العديد من الإجراءات لدفع عجلة الاقتصاد وأوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الزيادة السكانية تلتهم كافة جهود التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية تكلمنا على التموين محتاجين نسبة زيادة 10% تقريبا لمواكبة التضخم اللي بيحصل حاليا واللي ملاحظينه خلال كل سنة وبيمس المواطن من ارتفاع أسعار وطبعا الزيادة السكانية كانت حاجة مهمة جدا نتكلمنا فيها النهاردة لأن هي تقريبا الوحش اللي بيلتهم كل التنمية اللي احنا للدولة المصرية بتقوم بها وأكد أحمد شرف الدين دكتور علم اللغة في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن مناقشة الموضوعات المتعلقة بقطاع السياحة يعد واحدا من أهم الملفات التي بحثها الحوار الوطني الحقيقة فيما يتعلق بالقطاع السياحة في مصر أنا شايف أن يمكن هي دي من أهم النقاط اللي تم تناولها في الحوار الوطني نقطة مهمة جدا وهي فكرة تبادل الأراء والأفكار إحنا النهاردة بنواجه مجموعة من التحديات في الوقت الحالي اللي احنا فيه مصر بتواجه مجموعة من التحديات العالم كله بيواجهها مصر لها وضع خاص أنا دايما بقول أن مصر هو مكان استراتيجي في كتير من المقومات اللي تؤهل للنجاح إحنا عندنا في مصر فيه تحدي ويمكن هما كانوا بيتكلموا النهاردة في الجزية دي وأنا كنت مسؤول عن الترجمة في نقل الأفكار دي مصر بتمتلك مخزون استراتيجي غير طبيعي لما بنتكلم على أكثر من تلت أصار العالم موجودة في مصر أكد الحاج أحمد أحمد السيد أحد المواطنين المشاركين في جلسة الحوار الوطني أن المشاركة في جلسة الحوار سهلة ومبسطة وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه حرص على المشاركة في جلسات الحوار مشيرا إلى أهمية التواصل مع المسؤولين النهاردة بمنتهى السهولة دخلوني اللجنة اللي أنا قلت لهم عليها اللي أنا حضرت فيها لاجتماع بمنتهى السهولة اللي ببان كلها مفتوحة وقلت اللي عندي أنا بصفة مواطن مصر منش منضم لأي حزن وكذا مرة لما غابوا علشان يندهوا اسمي أقول للمنظمين أنا مش منضم لأي حزن هو اللي الوحده ده يعني مش هيكلم يقولولي حاضر حاضر لحد ما تنده اسمي أنا طبعا سحيدي أن أنا إيه يعني لقيت بب مفتوح وقلت اللي عندي وأكدت إيلاريا سمير عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكدت أهمية تعزيز للثثمارات السياحية لما لها من مردود إيجابي على القطاع الاقتصادي المصري طبعا يعني الجميع يعني يتكلم عن المعاقات اللي بيواجهها المستثمرين وضرورة تسيير الأمور ليهم خلال البنوك وأيضا ضرورة استغلال جميع مناطق السياحية بالطريقة الأمثل والترويج أيضا للسياحة اليقود كان ملف هام جدا وتم يعني المقترح ده منقشته باستفادة من العديد من الحضور أوضح النائب محمود القطة أمين وسر لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين أوضح أن لجنة السياحة انقسمت إلى قسمين الأول معنى بصياغة السياحة والثاني للاستثمار السياحي أضاف النائب محمود القطة أنه تم الدعوة لوجود مؤشرات للأداء السياحي في مصر وذلك لاستخدامه في تحديد آليات تنفيذ الأهداف هو حقيقة لجنة السياحة النهار ده كانت قسمين قسم صناعة السياحة أو صياغة السياحة مرة أخرى وقسم الاستثمار السياحي وده بصراحة إجراء موفق من مجلس الأمناء في الحوار الوطني والأمانة الفنية لأن فعلا السياحة محتاجة أن هي يبقى لها الشقين مختلفين عن بعض في صناعة السياحة احنا كان لنا إجراءات محددة احنا كنا شايفين أن ما فيش مؤشرات للأداء السياحي في مصر وكنا شايفين أن ما فيش معايير لمقياس الكفاءة في هذا الأداء بنستهدف 30 مليون سائح لكن ما عندناش آليات تقول اقضي اللي نقدر نعمله من هنا لـ 2028 عشان نحاق 30 مليون سائح فكان اقترحنا ان احنا يبقى عندنا واحدة لقياس مؤشر الأداء السياحي تابعة للمجلس الأعلى للسياحة اللي بيرقصه السيد رئيس الجمهورية أكدت أمينة سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أماني الشعولي أكدت أهمية العمل على زيادة الجذب السياحي إلى مصر وأوضح حتى في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه تم مناقشة الإجراءات اللازمة للوصول إلى 30 مليون سائح لمصر أهم النقاط التركيز عليها كيفية الجلب السياحي لمصر كلها وبالتالي احنا الوصول إلى المستهدف 30 مليون سائح ما يقابله 30 مليار جنيه والحقيقة كان كل النقاشات منصبة على أن احنا كيفية أن نزود عدد الغرف الفندقية علشان نوصل إلى المستهدف لأنه طبعاً 30 مليون سائح لغاية دلوقتي وصلنا إلى 15 مليون سائح ودي طفرة إحنا السنة اللي فاتت كنا وصلنا إلى 11.8 في 22 حتى هذه اللحظة إحنا وصلين إلى 15 مليون فإحنا عندنا طفرة وده طبعاً بمجهودات الوزارة ومجهودات الترويج والتنشيط أنه اشتغلوا على قدم وصاق عشان نخرج من الكابوة اللي كنا فيها اللي هي وقت كرونا وكان التوقف حاجة اكتحت العالم كله فحصل توقف شديد للسياحة فإحنا خرجنا للطفرة الكبيرة دي وإحنا 15 مليون وبعد كده إحنا محتاجين بقى غرف فندقية مضافة للعدد اللي عندنا عشان نوصل لـ 30 مليون سائح وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري قال وزير المالية الأسبق والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني أحمد جلال قال إن تحديات الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد المصري كباقي دول العالم مصر بتواجه تحديات دحائية تحديات مش من صنعها يعني مصنعة في الخارج سواء كورونا أو الحرب الأوكرانية الروسية ورفع سعر الفايدة على الدولار الأمريكي يعني الأمريكان في أمريكا في الاقتصاد الأمريكي كل دي تحديات حقية لكن مش مصر الوحديها اللي بتواجهها دحية كل دول العالم بتواجهها وأنا ما أقدرش أغيرها أنا وحضرتك ما نقدرش نروح نوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا الممكن طبعا نناقش ونتفاوض ونساعد ونشارك إنما أنا ما أقدرش أوقفها فإحنا في الاقتصاد عندنا بنفرق بين نوعين من التحديات التحديات اللي تحت سيطارتي والتحديات اللي أنا بملك حرية الحركة فيها اكزوجينوس واندوجينوس فالبرة دي أنا بخذها كمعطة وأتعامل بقى تحت ما هو سيطارتي أتدت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن المركز تقدم بدراسة للحوار الوطني حول الاستثمار السياحي وأوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الدراسة تتوافق مع الخطة الاستثمارية للدولة للنهوض بقطع السياحة فكرة إننا نعمل حوار وطني من الأساسة وإحنا نسمع كافة الجهات المعنية أو الفئات المعنية بقطاع السياحة دي خطوة مهمة إننا الدولة لسه بتسمع المقترحات والأراء المختلفة كمانا ما تطلع من نصف نوع السياحة فأكيد النتيجة هتطلع يمكن تطبيقها على أرض الواقع إحنا بالنسبة لنا كمركز مصري إحنا كنا قيمين على دراسة متعلقة بالاستثمار السياحي وإحنا زي إيه مصري المتمتلك إيه الدلواتي وإيه المأمولة إحنا عايزين نوصله وإيه الخطة الاستثمارية اللي إحنا المفروض نوصلها عشان نوصل النحاق الإسراجية العامة للدولة اللي هي 30 مليون سايع فأسامنا الدراسة بتاعتنا لعدد من النقاط الطاقة الفندوقية أو البنية التحتية وكذلك الطيرون كمنا قدمنا بعض المكتراحات الخاصة بالبنية التشريعية ينضم إلينا موفادة تلفزيون المصري كريم بيبرس من مقر نعقاد جلسات الحوار الوطنية أهلا بك كريم يعني الملف الخاص بالمحور الاقتصادي به الكثير من التفاصيل اطلعنا على أهم النقاط التي تمت مناقشتها اليوم الحوار الوطني في انطلاقاته الثانية ولكن الأولى في المحور الاقتصادي انتهى اليوم الأول في المحور الاقتصادي والثاني في الحوار الوطني منذ انطلاقه الذي ناقش ملفين همين جدا وهو الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بالإضافة للسياحة أما بالنسبة للحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية فدم مناقشة العديد من القوانين والتشريعات التي من الممكن أن تخفف وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطن بشكل عام ولكن تم التحديد أكثر فيما يتعلق بالتموين وتوفره الدولة للمواطنين وكان هناك مقترحات بزيادة نسبة التموين بما يقرب من 10% لتقليل الفجوة بين يعني ربما الأزمة الاقتصادية وأيضا ما يواجهه المواطن بشكل عام هذا فيما يتعلق ببعض التوصيات التي خرجت من لجنة أو بحور الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بالإضافة بالطبع بالعدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالتوزيع الآمن بشكل عام وأيضا فكرة حصول المواطنين على الحقوق فيما يتعلق بالتعليم والصحة ومنها أيضا ما حدث في تكافل وكرامة وكيفية تطوير هذه الآليات والتشريعات الخاصة بها أما بالنسبة للسياحة فكان هناك نقاش كبير وأيضا خرجوا بتوصيات فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بجذب الاستثمارات السياحية وأيضا تسهيل المعوقات التي من ممكن أن تواجه المستثمرين في أيضا الملف السياحي وأيضا آليات عرض والتسويق الخاصة بالملف السياحي إما يكون تسويق جديد عن طريق الإنترنت أو حتى التسويق التقليدي المتعارف عليه وزيادة آليات جذب السياحة هنا في مصر فكانت هذه ربما نبذى عن ما خرج إليه اليوم الثاني والأول الثاني في الحوار الوطني والأول في المحور الاقتصادي ببعض التوصيات كما ذكرنا لكن المميز اليوم ليس فقط المشاركة الحزبية المتعارف عليها ومشاركة الخبراء وأيضا مشاركة المجتمع المدني ولكن المميز وأيضا مشاركة المواطن حيث شارك أحد المواطن جاء خصيصا من محافظة البحيرة وهو مواطن تعدى السبعين عاما ثلاثة وسبعين عاما جاء ليشارك برأيه في أيضا بعض الحلول ومنها أيضا يعني أنه قال أنه يريد أن يفتح باب له النقاش ويقلل الفجوة بين المواطن والمسؤول يفتح باب له النقاش سواء كان بداية من الوحدة المحلية ووصولا حتى للوزراء وحتى رئيس الجمهورية أنه يبحث عن آلية جديدة للتواصل المباشر بين المواطنين وأيضا يعني أصحاب القرار أو صناع القرار ولكن المميز كما ذكرنا هي ومشاركته المباشرة أنه جاء خصيصا ودخل وكان هنا وأعرب عن سعادته بهذه المساحة التي حصل عليها سواء هو أو حتى المشاركين معه داخل هذا الحوار ربما كان ذي كما ذكرنا نبدأ عن ما حدث في اليوم الثاني بالحوار الوطني واليوم الأول للمحور الاقتصادي انطلقت فعليات النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية المؤتمر يعقد على مدار ثلاثة أيام بدءا من اليوم السادس عشر من مايو وحتى الثامن عشر من مايو أكد رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني أحمد عبد الحافظ خلال الكلمة الافتتاحية أكد أن التحول الرقمي هو جوهر تنمية الدولة الحديثة الحادث ده يأتي طبعا لتسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في عصة التحول الرقمي بالطبع لا يخفى لحضراتكم من التحول الرقمي هو جوهر تنمية الدولة الحديثة بل ويشكل أساسا لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة المواطنين ولذلك فإن التحول الرقمي يعد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية وذلك لما له من دور حيوي في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين خدمات الحكومية والمجتمعية ومع انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي وفي ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع عصص مجتمع المعرفة وإماما منها باعتبار التقنية الحديثة بوابة للظهر الاقتصادي عملت الدولة المصرية بتوجهات من فخامة السيد الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على توفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاة البنية المعلوماتية الرقمية بما يتيح نفاث أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمارية خدمات الصلاة المقدمة الموطنين تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السبراني وأنظمة استغبارات المعلومات على مدار ثلاثة أيام في مركز مصر للمعارض الدولية وهو الحدث المتخصص الأول في مصر والذي يهدف إلى الوقوف على أحدث تطورات ملف الأمن السبراني وأمن المعلومات بالإضافة لتسليط الضوء على مستجدات هذا القطاع في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم في سيد الرئيس بنتناول أحد الملفات في غاية الأهمية بالنسبة لأغلب دول العالم هو ملف الأمن السبراني وتأمين البنية التحتية المعلوماتية سواء للجهات أو حتى على مستوى الوزرات الحكومية والمؤسسات الحكومية والكهنات الاقتصادية وقطاع الخاص وحتى مستوى الفرد الشيء الأساسي أنه هذا المعرض يشتغل من نفس الشغل اللي نشتغله اللي هو التوعية فهو فكرة أن ننشر التوعية ونوصل للناس ونوصل للمستخدمين بشكل أكبر بحيث أن نحن نوريهم أهمية الأمن السبراني وإش المدار والمنافع اللي ممكن تستخدمها تستفيدها كمستخدم أو حتى كوزارات أو حتى قطاعات خاصة أو حكومية أجندة أعمال المؤتمر تزخر بالعديد من المحاور ومن بينها محور الصمود في مواجهة الهجمات السبرانية كضرورة استراتيجية للدول وكيفية التعامل مع الأمن السبراني وجهود بعض الدول في تحسين البنية القانونية للفضاء السبرانية والتعامل مع حالات تهديدات السبرانية المتطورة في إفريقيا المؤتمر نحن نرى أنه طبعا حاجة مشرفة جدا بالذات تواجد نخبة كبيرة جدا من الشركات العاملة وبالنسبة للأشخاص الخبراء من جميع دول العالم سواء العالم العربي أو العالم الأوروبي وبالتالي هيكون فيه أكتر من تطبيق وممارسة وتبادل خبرات بالنسبة لفعاليات المؤتمر والتوصيات طبعا إحنا في الفترة الأخيرة التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا وشفنا جهود ملموسة من الدولة في توجهها للرقمانة والتحاول الرقمي وعشان كده مهم جدا أننا نولي الاهتمام بمجال الأمن السبراني أو أننا نحمي المنظومات الجديدة اللي احنا بنبنيها فالمؤتمر هيصلت الدوق على التقنيات المختلفة والتدريبات المختلفة وبناء القدرات لأنه زي ما التكنولوجيا مهمة العنصر البشري كمان غاية في الأهمية فإزاي نقدر نعلن عن التقنيات والبرامج الخاصة بالأمن السبراني لتقدر تحمي البيانات وتحمي المنظومات المختلفة للتحاول الرقمي يأتي المؤتمر والمعارض تماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية لدعم وتعزيز قدرات الأمن السبراني ورسم ملامح مستقبل الأمن السبراني في مصر وذلك لتأمين عملية التحاول الرقمي والحفاظ على أمن المعلومات طبقا لخطة الدولة 2030 يواصل ميناء أبو سنبل النهري استقبال الوافدين من السودان بعد تشغيل العبارة الثانية تابعة لمحافظة أسوان لاستعاب أكبر قدر من العائدين يأتي ذلك مع تقديم كل الخدمة الأخرى التي تسهل عملية انتقالهم داخل محافظة أسوان بالتزامن مع استمرار العمل بمعبري قسطل وأرقين واستمرار تقديم الخدمة الطبية والإغاثية المختلفة كما جهزت الحكومة تميات من المواد الغذائية لتقديمها للوافدين في معبري قسطل وأرقين وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ميناء أبو سنبل في محافظة أسوان مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية تطلعنا على تفاصيل المشهد دايت والخدمات المقدمة للعائدين من السودان الخدمات اللوجستية والإنسانية وكل التسهيلات المقدمة له نعم بعد التحية كل هذه الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على مدار الأيام السابقة وتحديدا اليوم منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها إليكم وعلى بعد أمطار من خلفي ومن أمامي هناك الحافلات التي تجوب مدينة أبو سنبل استعدادا للخروج والذهاب إما إلى مدينة أسوان أو حتى إلى العاصمة المصرية القاهرة هناك الحافلات التي استقبلت الوافدين من معبر قسطل عبر العبرات التي تتواجد هنا في ميناء أبو سنبل النهرية أو حتى العبرات التابعة للقوات المسلحة يعني هذا المشهد تحديدا في هذا التوقيت تحديدا يعبر عن مدى المحبة والعلاقات القوية ما بين الشعب السوداني والشعب المصري في استقبال السودانيين وتقديم كل الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم ليس فقط هذه مدينة أبو سنبل فقط ولكن أيضا عبر معبري قسطل وأرقيل على مدار اليوم تابعنا جهود العبارة الثانية الجديدة التي تعمل لليوم الثاني على التوالي بالإضافة إلى الخدمة الجديدة التي أضيفت لها في إنارة المصار الملاحي لهذه العبرات لتعمل على مدار اليوم وأيضا يعني الخدمات الإغاثية فيما يتعلق بالقوافل الإغاثية والقوافل الجذائية التي تقدم على مدار اليوم سواء في معبر قسطل أو حتى وصولا إلى هنا إلى ميناء أبو سنبل النهري في تقديم المساعدات والغذائية التي تستقبلهم حتى في مدينة أسوان هنا تنقل السودانيين إلى حيث يشاءون من المحافظات أو المدن المختلفة وكل هذه العمليات النقل من قسطل عبر ميناء أبو سنبل النهري في تأمين كامل ليس فقط هذه المساعدات التي تقدم إلى السودانيين عبر المعبر ولكن أيضا المساعدات التي تصل إلى دولة السودان الشقيق والتي تمت اليوم من خلال طائرتين عسكريتين محملتين بأطنان من الشحنات الطبية المهدام من وزارة الصحة المصرية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الوقوف إلى شعب السودان الشقيق في أزمته وتقديم كل العون والمساعدة لهم وتأكيدا على الروابط والعلاقات الكبرى التي تجمع الشعبين الشقيقين تحديدا مدينة أبو سنبل توفرت فيها كل الخدمات اللوجستية سواء نتحدث عن الخدمات الطبية المتمثلة في مستشفى أسوان الدولي التي تستقبل أي حالات تحتاج إلى المتابعة الصحية وأيضا جهود في المعبر قسطل بزيادة عربات الإسعاف إلى 14 سيارة بالإضافة أيضا إلى القوافل الطبية الأخرى التي قامت بها مستشفى جامعة أسوان بعدد كبير من التخصصات للإطمئنان على الحالة الصحية للسودانيين القادمين بالإضافة أيضا إلى بعض الخدمات المتعلقة بوجود مكينات للصرف الآلي لمساعدة السودانيين في الانتقال إلى كل المحافظات فبالتالي كانت هناك مجمودات كبيرة اليوم مراسل التلفزيون المصري على هذه الصورة الواضحة من ميناء أبو سنبل في محافظة أسوان أعلن الجيش السوداني سيطرته على عدة مناطق في الخرطة كان الجيش قد أكد في وقت سابق أن قوات الدعم السريع وصلت الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة الخرطوم وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن قوات الدعم السريع اقتحمت مقرات سفرات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال وقامت بإطلاف مستندات وسرقة سيارات دبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة البعثات الدولية وأضاف الجيش أن الدعم السريع هاجم مدينة الرهد بولاية شمال كردفان وأحرق مباني حكومية وقام بترويع المواطنين وباختطاف عدد منهم أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين جيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال اليومين الماضيين فقط بلغت 280 قتيلا وأكثر من 160 مصابة وأوضحت اللجنة التمهيدية أن إجمالية الضحايا منذ بدء الاشتباكات وصل إلى 822 شخصا وأكثر من 3200 مصاب مشيرة إلى وجود العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل بسبب الوضع الأمني قال رئيس جنوب إفريقيا قال إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الأوكراني فلادمير زلينسكي وافقا على استقبال مجموعة من الزعماء الأفارقة لبحث خطة سلام محتملة لحل الأزمة الأوكرانية أوضح رئيس جنوب إفريقيا أن مناقشات أجراها مع الرئيسين أظهرت استعدادهما لاستقبال الزعماء الأفارقة وبإجراء مناقشة حول السبل إنهاء الأزمة مشيرا إلى أن خطة السلام مدعومة أيضا من دول إفريقية من بينها مصر والسنغال وأوغندا وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش والولايات المتحدة وبريطانيا على علم بهذه المبادرة قالت الرئاسة الروسية الكريملين إنه لا تزال هناك أسئلة بخصوص الشق الخاص بروسيا في اتفاق تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود وأوضح المتحدث باسم الكريملين أنه يتعين على موسكو اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق مشيرا إلى أن المناقشات حول الأمر مستمرة دشان مجلس الوزراء النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة ولإبراز جهودها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميا أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يأتي استكمالا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف القطاعات الجماهيرية والتوجه نحو تعديد سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية وعن مختلف أنشطتها وقراراتها من مصادرها الرسمية المعتملة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن انتشار بطيخ مصرطا بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة تماما وآمنة وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيمويات أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من نشرته الدورية التي يقوم بإزدارها بعنوان نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة تضمن العدد استطلاع رأي أجرته الشركة برايس ووتر على عينة من المديرين التنفيذيين في 64 دولة حول العالم وذلك بهدف إلقاء الضوء على انتباعات الرؤساء التنفيذيين للأوضاع الاقتصادية في عام 20-23 والآن مشاهدين الكرام إلى نافذة اقتصادية في نشرتنا والتفاصيل مع ليلى عمر تفضلي ليلى شكرا إلهام نمر ونهى توفيق ونتابع معكم الآن أهم وأبرز الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية تنمية الصناعة يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في إعداد استراتيجية مماثلة لدول أخرى استطاعت أن تحقق ففرة في ملف الصناعة وخلال أجتماعه مع مسؤولي البنك الدولي أضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع مختلف التحديات والظروف العالمية الشديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع ومصر من بينها سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع وزيادة نصيب الصناعة من النتج المحلي الإجمالي فضلاً عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية أكد وزير البترول طارق الملة على أن ما يشهده قطع التعدين من تطورات بدأت مع تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وآليات الاستثمار واجتذاب شركة عالمية للعمل بمصر جاء ذلك خلال تسليم الوزير 22 جيولوجياً متدرباً من هيئة الثروة المعدنية شهدت اجتياز إحدى الدورات المتخصصة في قطاع البترول ولفت وزير البترول إلى أن مصر تتبق استراتيجية تعدينية تراعي تحقيق قيمة المضافة شهدت محافظة شمال سيناء إجراء قرعة عالنية على مائة وعشرين وحدة سكانية في العريش تم تخصيصها للمنقلين من رفح والشيخ زويد وأوضح محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة فأنها 561 شخصاً تقدموا للحصول على الوحدات السكانية من بينهم 478 من مركز رفح و83 شخصاً من مركز الشيخ زويد مشيراً إلى إجراء مرحلة رابعة من وحدات الإسكاني الاجتماعي في المباني التي يجري رفع كفاءتها في أسواق البترول العالمية انخفضت العقود الآجلة للنفط بعدما ألغت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة أثر رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلاب العالمي وتراجعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 44 من المئة في المئة لتصل إلى 74 دولار وتسعين سنتاً للبرميل كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 37 من المئة في المئة مسجلاً 70 دولار و85 سنتاً للبرميل كما تراجعت أسعار المزوط عالمياً بنسبة 84 من المئة في المئة لتصل إلى دولارين و35 سنتاً للبرميل في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 67 من المئة في المئة لتسجل دولارين و39 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكدت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع أسعار النفط لأسابيع بسبب مخاوف من ركود محتمل يتعارض مع توقعات بشح الإمدادات وارتفاع الطلب في وقت لاحق من العام ورفعت الوكالة ومقرها باريس توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 102 مليون برميل يومياً مشيرة إلى أن تعافي الصين بعد إلغاء قيود جائحة كورونا تجاوز التوقعات وخفض تحالف أوبيك بلوس الإنتاج في إبريل بمقدار 850 ألف برميل يومياً حتى ديسمبر المقبل ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام ونهى الاستكمال النشرة إليكم من جديد شكراً جزيلاً لك ليلى تظاهر عشرات النشطاء المناهدين للطاقة النووية لمطالبة اليابان بإلغاء خطتها بإطلاق مياه معالجة تشوبها إشعاعات من محطة فوكوشيما دايتشي النووية في البحر وهي العملية التي قد تبدأ هذا الصيف قال النشطاء المشاركون إنه حتى بعد معالجة هذه المياه تتبقى بعض الإشعاعات مؤكدين أن هذا مشروع يمتد تأثيره إلى عقود وإلى أجيال عديدة كانت الشركة التي تدير المحطة التي تحطمت تقريباً جراءت سونامي وقع عام 2011 قد انتهت من تشييد المرافق اللازمة لإطلاق كميات هائلة من المياه في البحر بعد شهر يونيو المقبل انطلقت فعليات الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي وسط منافسة قوية بين 21 فيلماً على السعفة الذهبية ويأتأتي هذه الدورة الجديدة من مهرجان كان وسط تهديدات من نقابة الاتحاد العملي العام والتي أعلنت عن عزمها القيامة بتحركات من الممكن أن تعوق فعاليات المهرجان وذلك في إطار معارضتها لمشروع قانون التقاعد الجديد في فرنسا الآن مشاهدين الكرام وقفة مع أخبار التقص والأحوال الجوية عود مرة ثلاثة وآخرة إلى ليلة تفضلي شكراً لكم ونتابع أهم وآخر أخبار التقص للغد يتوقع خبراء وهيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدان الأربعاء تقص حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً على محافظاتي ومدن الجمهورية والبداية بالقاهرة العظمى فيها 34 الصغرى 18 الإسكندرية 25-17 مطروح 23-17 بول سعيد 26-19 الإسماعيلية 36-18 ننتقل للسويس 34-17 العريش 30-18 طابة 35-19 شرم الشيخ 36-24 الغردقة 35-23 ننتقل إلى الأقصر العظمى فيها 41 الصغرى 22 والتقص شديد الحرارة أسوان 41-23 الوادي الجديد 40-19 شلاتين 33-23 وأخيراً حلايب 30-20 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأترككم الآن مع أبرز لقطة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى انتهت نشطنا وإليكم أبرز العلم الرئيس السيسي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار ويوافق على 22 قرارا لتعزيز الاستثمار موسيقى الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجي الموريتاني ويؤكد تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون خاصة في القطاعات التنموية موسيقى موسيقى الجيش السوداني يعلن سيطرته على مناطق بالخرطوم ويتهم قوات الدعم السريع بالاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية موسيقى هواءنا ممتد مع يوسف الحسيني والتاسعة أهلا بك يوسف أهلا بك زاكي نوها الزاكي الهام عاملين بيه كله تمام؟ تمام بالحمد لله على ما يبدو أنه الدنيا بتتحرك حبتين يعني القرات أو الـ 22 قرار النهاردة بتوعها فخامت الرئيس مهمين جدا بمحد الصدفة إنه مبارح كنت زي فيه جلسة صغيرة كده مع مجموعة من الأصدقاء وبنتكلم على مستقبل الاستثمار في مصر جزء من الأفكار اللي كانوا بيتكلموا فيها وإنه ياريت تحصل لقيتها موجودة مهدى في القرارة قلت بس مبارحة زاكي تليلت القادرة اللي بتيجي بعد رمضان برا يعني آه يا رب بالتوفيق إن شاء الله يعني ويعود تعود هذه القرارات بالخير على مصر وعلينا جميعا ونشعر بيها جميعا كشعب يعني إحنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية نحتاجين إن إحنا نلمس قثر هذه القرارات على أرض الوقت والله هتتحرك إن شاء الله مصر دي غوث البشرية يعني فبإذن الله خير إن شاء الله أشكركم وأستأذنكم نبدأ فقراتنا